نروح بقى لفرق قطاع النشاقين بكرة القدم في النادي الاهلي لان الحقيقة القطاع ده عمل انجازات يتقال عليها لوز اللوز يعني الفرق كلها بدون استثناء نجحت فيه تحقيق الفوز على الزمالك في جميع المراحل السنية المختلفة في بطولات الجمهورية المختلفة خلال طبعا الكلام ده خلال الدور الاول للموسم الكروي الحالي 2022-2023 بواقع ست انتصارات من اجمالي ست مباريات يعني العلامة الكاملة يا حضرات لفرق الشباب المختلفة فريق الشباب موليد 2001 فاز على الزمالك بهدفين مقابل هدف سجلهم احمد اشرف وعبد الرحمن اشرف مانو على ملعب الاهلي في مدينة نصر فريق اهلي 2003 فاز على الزمالك بهدف سجلوا احمد اشرف وده حصل في المباراة اللي استضافها الزمالك على ملعب كلية الزراع في الجيزة اهلي 2005 فاز على الزمالك بهدف دون رد سجلوا محمد عبد الله من تزديدة صاروخية ونجح كمان اهلي 2006 في الفوز على الزمالك بثنائية حسام عادل وقيمت المباراتين دول على ملعب الاهلي في مدينة نصر اهلي 2007 فاز على الزمالك بهدفين مقابل هدف سجل الهدفين حازم عشور ومحمد عبد الفتاح تاحة اهلي 2008 فاز على الزمالك في ملعبه بمئة عقبة بهدفين دون رد سجلهم عمر العدوي وآدم علاء طبعا انجاز يستحق ان احنا يعني نقف امام وكده ونتأمله وده من ضمن اللي كان في نيتي وانا بقول لحضراتكم ان احنا عندنا النهاردة شوية اخبار على مزاج حضراتكم وقلت لكم كمان المصطلح ده اخبار مطمئنة بتهيألي الشويتين اللي فاتوا اللي انا بقول لحضراتكم تفاصيلهم دول في حد ذاتهم كافلين ان هم يطمنون على النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله الاجيال بقى القادمة الواعدة الاجيال اللي بيتم طهي نتجها حاليا في مراحل السنية المختلفة حاجة عظيمة حاجة ممتازة مبروك ليه طبعا الفرق دي كلها اشتركوا في القناة